السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم شاء الله اذا نشترك معكم تقديم مائدة رائعة باشياء بسيطة جدا ونشترك معكم كذلك واحد الفكرة ربما تعجبكم اتبنوها مرة مرة منيجي واحد فلادي كيدير شي حاجة زوينا ولا كيجيب شي نقطة زوينا كنخليه هو اختار يعني شنو بغائية كل مثلا نهار للأحد وكنقدمه بطريقة وكأنني عرضة عليه اتمنى ان شاء الله تعجبكم وتفضلوا معايا باشتفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركتي الله اول حاجة كانت ليلى ديل السبت جنت في الليل باش تطبح لي العجينة خامرة وجيني سهلة وما تعطلش بزاف وربح الوقت في نفس الوقت هنا كيفما شرتوا معايا خديت الخميرة البلدية كاملة هنضيف لها هنا شوية ديل الماء ولما كنتوش كتستعملو الخميرة البلدية ممكن تستعملو خميرة عادية غي هي لا استعملتو الخميرة العادية اللي عجنتوها في الليل خاصكم تستعملو غي معايا القاس غيرة دي الخميرة فقط باش ما كت العجينة ما كتصبحش فيها الريحة خيبة هنا خديت الدقيق ديل الفرينا مغربل والدقيق الكابيل بالنخالة ديلو واستعملت ديل لفا صغيرة ديل سميدة رقيقة صافي غدا ندي هاتشي انتعجن كيفما شفتوا معايا غي كيت جمعك نبقى النرشو بشوية بشوية ديل الماء حتى كتعجن ليه مزيان 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 دين خصت ضروري ندلكوها مزيان يعني بروبولة بيدينا هنا غدا ننزول واحد القطعة اللي كيفما شفتوا معايا وضعتها في القرعة غدا نخليها حتى نعجن بيها المرة الجاية ان شاء الله وغدا نزيد شوية ديل الملح ونزيد شوية ديل زيت الزيتون وغدا نرجعها باش تدلك مزيان ضروري من دلكوها مزيان وبالنسبة الماء عجن تغيب الماء البارد لانه غنخليها ليلة كاملة اللي كنكون زربانة وخصني يعني العجينة خمر اللي هي بسرعة نعجنها بالماء الدافئ هنعصافي كيفما شفتوا معايا رجعتها كتدلك مزيان وغدا نوضعها هنا يا فد البوطتي الزاج باش كنخنقها مزيان وكنخليها تبات الليلة كاملة يعني هي العجينة ما كتبغيش يقيسها البرد وفي الصباح الباكر خديت القرعة ديتها تشحر هنا غي قرعة وحدة طويلة حكيتها وديتها تشحر مع شوية دية زيت الزيتون هنا كذلك خيزه ديته تشحر مع شوية دية زيت الزيتون وهنا كذلك البصل حتى هو غدا نشحر وغن شحر كل حاجة بوحدها مع زيت الزيتون هنا ها هي العجينة ديالي خمرات شفتوا كيفاش صبحات ما شاء الله وخاعج نتاغي بالماء بارد يعني استعمل تقريبا كيلو ديال الدقيق والخميرة البلدية تقريبا نص كيلو ديال الخميرة البلدية ولكن هادا نص كيلو بحالك نعود نزوله عودان يعني في النهاية يبقى عندنا كيلو ديال عجينة سافيك نزول منها الهواء وغدا نوضعها على جنب وغا نشي نجيب الحشوات يعني باش غدا نزيد لهم غنتب لهم يعني سبقتم هما الاولين باش كي بردولينا تماما بهالطريقة هادي كن نربحو الوقت وما كي ااخدش لنا بزاف ديالوقت هادشي هنا بالنسبة القرعة شحرتها في زيت الزيتون كيف ما قلت لكم زيت لها غي شوية الزعتر وشوية ديال الملح والبصل المشحر هاد الحشوة هادي بسيطة جدا ممكن نضيف لها الجبن يعني ممكن كنت وتم زيان مع الجبن ولبغيتو تضيفو حتى البزار يعني ممكن نضيفوها ولكن هي سبحان الله كتجي حلوة هاد الحشوة بهاد غيب الزعتر والملحة كتجي حلوة كتجي لديدة طافي هنا غدا نعمر هاد الخبيزة ديالي بحد القرعة هادي ومن بعد غدا نقطع بالمقص بس باش مني غدا يخمر كتخرج ديك يعني ديك القرعة وكت البندر ديالها كيبان جميل وكيف قلت لكم يعني ممكن يعني تخلطوها مع الجبن ولكن جبن ما يكونش فيه لما نحن غدا نوضعها في المول ديالي كيب كيك وغدا نخليها تخمر مرة تانية ضروري نخليها تخمر واحد نصف ساعة او ساعة لحسب يعني الحرارة ديال المطبخ ديالكم وكن سخن الفرن درجة ديال الحرارة دياله تكتكون اقصى درجة عندكم في الفرن يعني حتى مياه حتى الميتين واربعين أنا غن طيبهم في ميتين واربعين هنا زيين توم غيب شوية ديال زرعة القرعة ومن بعد من غن بغين تخلهم الفرن غن تهنهم شوية ديال زيت الزيتون او شوية ديال حليب يعني اللي بغيتو باش كي تحمرو يعني شوية لان العجينة ما فيهاش السكر هنا الخيزو او الجزر المشحر زي تليغي شوية ديال صومة وشوية ديال آآ الملح فقط آآ لان من بعد غن نستعملوه بزاف ديال الحاجات آآ آآ هاد بالنسبة للسلسة اللي غن نستعمل هاد بيتزا او فطيرة او مهم آآ نسميوها آآ يعني سميوها كيف ما بغيتو آآ غدا نستعمل الصلصة الطماطم اللي فيت مني تشاركت آآ معاكم آآ يعني وضع فيها شوية ديال الحار تكشي باش آآ ما احتاجيتش آآ نضيف شوية ديال الحار الجزر. الصلصة هي هادي دايما كنستعمل هاديك الطماطم آآ طماط آآ آآ ديك طماطيشة طويلة كيف ما كنقولوليها آآ كتجي زوينة زوينة بزاف في آآ في الصلصة هي هي لاجبتوها يعني بقى ما مولاتش حمره خلي واحد طيب ما تدخلواش انا ما كندخلش مطيشة في آآ تلاجة ما كنوضع اخليها على برا حتى كت آآ يعني اللون ديال هاكي يولي حمر حتى كتخضار مزي آآ مزي آآ مزيان عاد كندخلها يعني لتلاجة ولا عادة ديمن انا كنخليها على برا ما كندخلها تلاجة سافي هنا غدا ناخد آآ الجزر غدا نوضعوها هاكده في الجوانب ولكن سو غا تستعملو الجبن في في البيتزا كتوضعو الجبن هو الاول عاد كتزينو بهاد الخضر هادي ولا بما ان الخضر مش حرى يعني حتى كتخرجو البيتزا من الفرن آآ يعني كتكونو كتوضعو الفخماش هو اللويل وكتخرجو البيتزا من الفرن عاد كتزوقوها بهاد هاد الخضر هادي باش الوليدات كي ياكلوها بهالطريقة هادي كتجيهم يعني مزوقة وهذا يعني مزينة كي كتشيحيهم آآ سافي هي نفس الشي احتهية غلنا ندخلها الطيب على درجة الحرارة تكون عالية يعني ميتين وعشرين كنسخنو الفرن ديالنا بزيان عاد كندخلوها وهنا البصل المشحر وضعتوه في الوسط حتى هو كيزيد واحد للده فا في كيجي المنظر ديال حسوين سوين بزيف وهنا غندوز باش هنحضر آآ بيتزا صغار استعملت نفس آآ الصلصة وغنزينهم هنا بالفطر او شومبينيون مع شوية ديال البصل شومبينيون ما شحرتوش آآ يعني الفطر ما شحرتوش لانه ضغي غدي طيب في الفرن والنوع الثاني غدا نزينه بالبصل والجزر المشحر افكار بسيطة جدا بمكونات اللي موجودة في كل بيت بسم الله وندوزو دابا باش نحضرو آآ بطيباتات صغورين غنعمرهم بهاد اللوبيا آآ اللي فيتشاركت معاكم الطريقة ديال تحضير ديالها كجي لديدة 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 بزاف ومني كنعمروا بها الفطر اير هكدا يعني آآ اي واحد وخيكون مكي يكلش اللوبيا مكي حش بها بالمرة في هاد العجينة هادي ديال الخبز ضروري واحد المسألة يعني ضروري نحاول نضيفه لهادك زيت الزيتون اللي كنضيف الاخير لانه هو اللي كيزيد يعطيها واحد الهشاشة وفي نفس وقت كيعطيها واحد المداقة يعني كجي لديدة بزاف سوفي غنعمر هاد البطيبطات ديالي كاملين وغدا نخليهم يخمروا مرة تانية تاهم نفس الشي يعني هنخليهم هكداك نسب ساعة هادول لعن الطيبطات تضغي يضغي يكي ما كنحتاجوش نخمرهم بزاف المرة التانية وغدا نستعمل هاد الايطار هادا هي باش نجيبهم بحل بحال ولو ممكن انكم تقطعوهم ما هاد الطريقة هادية انا كديني اسرع واسهل يعني ما عنديش وحد كمية كبيرة ديال هاد طيبطات هادول صافي كملتهم غدا نغطيهم ونخليهم يخمروا كي وقتليكم غي نصف ساعة هنه مشيت باش جبت سمكة ديالي غدا نعمرها ونشحرها ونوجدها ونخليها يعني تشرب مزيان توابيل وغا نمشي باش نطيب اول حاجة غا نطيب الفطائر هم اللولين وعد نخلي الحوتة هي اخر حاجة هي اللي غا نطيبها من اللي نبغي نقدمها هنه كيف ما شفتم معي غسلتها مزيان بالحامض خليتها تنشف هنه غدا نمشي باش غدا نطيب هاد ايدلان اللي مخلط مع الكنواء اللي بيتهم لي للكاملة في الماء وغسلتهم زيان وغنطيهم تسلقوا نغنجي باش نوجد يعني باش شرموا لها باش غنشرمل هاد السمكة هادي اللي نشفتها مزيان كيف ما شفتم معي كنت يالله غسلتها بالحامض والماء هنه غنضيف ملعقة كبيرة ديال الصلصة يعني نفس الصلصة ديالبيتزا استعملتها وهنا استعملت واحد الكيمية كبيرة ديال الثوم تقريبا اه خمساء ديال الفصوص يحاولوا تاخدوا اه يعني اه تومة اه بلدية وهنا غدا نستعمل اه الجزر المشحر هاد الحشو هادي كجلدي ده بسه فهنا زيتون قطع كان مرقض في زيت الزيتون دك شي باش اه يعني هراه مزيد شوية وهنا عندي شامبينيون يعني الفطر اه مشحر مع البصل وهنا عندي القصبر اون مع دنوس انا كيعجبني غيل قصبر بوحده في السمك كيعجبني بزاف كيجيني لما داقدي القصبر كيتوتى بزاف مع السمك شي مرات كنضيفهم بجوش شي مرات كنستعمل غيل قصبر بوحده وكيلي كيعجبوا غيل مع الدنوس مهم على حسب الدقة ديالكم انا هنا اضفت الكركم الكركم هنا غنستعملو غي على ود اللون اما السمك انا كيجيني من الاحسن ما نضيفوش الكركم ولكن غيبش اللون ديالها انا بغيتها تكون يعني اللون ديالها اه يكون اه يعني زميل داك شي لاش نعنضيف المالح البصبر اه مجفاف يابس هاد النوع ديال السمك اللي غنستعمل اليوم كيحتاج توابيل هنا اضفت معلقة ديال تحميره يعني استعملت له بوصن لو انا كيجيني بانه خصو التوابل يعني كيبغي التوابل ماشي بحل الاسماك الاخرى بحل ده با السمك السومو وكيحتاج بالزبديل توابل اه كينين اسماء اسماك البيضة احتهية مكتحتاج بالزبديل توابل ولكن هذا الى طيب نهب لا توابل كيجي باسل هنا اضفت اه يعني زنجبيل وبالنسبة الهريسة ونخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها اسفل فيديو الهريسة اللي ما كديش حارة بزاف ممكن استعملو كمية كبيرة والحامض نصف قط عادية الحامض او غنجيب السمكة ديالي كيف ما شفتو يعني بتحتها ضروري باش ندخلو فيها التوابل مزيان هديك الحشوة كتدخل كت تعطيها واحد للتزوينة كتجيل ديدة هد السمكة هادي بها الطريقة هادي هنا ما حليتهاش من التحت يعني ما في مشكلش في هادوك الفتحات لانها كتشتت هادي لفتحناها كلها تكشي باش كن نحلها غي وحد شوية من التحت وكندخل لها الحشوة هنا غنجيب باش غدا نعم يعني نوجد الحشوة ديال السمكة اللي استعملت فيها الان بخلط مع الكينوة اللي كيف ما قلت لكم باتوا مرقدين ليلة كاملة وكنسلقوهم بغي عشرة دقائق كيوجدو يعني الان احت هادك ديال المغرب حتى هو كيبغي ترقد الكينو واحدة هي كترقد اغلب يدي الحبوب خاصها ترقد ضروري واحد على حسب كل حاجة على حسب يعني كيفاش ديراء يعني كين اللي خصنا نرقدوهم غي ساعتين كي لخصنا نرقدوهم ربعة سواع كي لخصنا ربعة وشرين ساعة باش ما كيدروناش وباش الجسم ديانا كيستفد منهم اكتر بحال كينوة ضروري 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 ما ترقدوها وتغسلوها مزيان ارا فيها واحد المادة اسمتها لسابونين وضروري ضروري ما نغسلوها يعني نغسلوها مزيان ونرقدوها اهنا كيف ما شفت معي يا صافي عمرت السمكة ديالي بالحشوة اه وغدا نسد هاد السمكة هدي الى يعني انا عادة كان بغي ديك الحشوة تباني يعني ما كنسدهاش السمكة بزاف ولكن دابا كانت في الاول بغت نطيبها هكدا عوجة بهالطريقة هدي للتغيير ولكن من يجيت ندخل يعني البلاتو الفرن ما بغش يدخل ليه لانا عنده واحد الجوانيب زايدين اول مرة بغيت نستعمل هاد البلاتو شريته على قبل باش نبقى نطيب فيه هكدا السمك ونخليه في يعني نقدم فيه ولكن للأسف ما مدخلش ليه وكي ماشي مشكيل من بعد بدلت ليه البلاتو وحطيتها مصطحة هكدا يعني كيف العادة مليك نفتحوها هكدا وكن عمروها بالحشوة مليك الطيب كتعطيه وحد المنظر زوين وحتى الماضاق يجي رائع جدا هاد الحشوة هدي تطقوني كتجي لديده بزاف ودخلتها الفرن هيكون ساخن درجة ديال الحرارة ديالو ميتين وعشرين وخليتها تقريبا انا اخذت معي طولة ساعة بصراحة العبار ديالها معرفتش حال العبار ديالها اه مهم اخذت ليه طولة ساعة وجدات منخلي وشعوتاني طيب بزاف باش ما تشتتش لينا السمكة وباش ما تنشفش وملي نبغيو نقدموها نخليوها تبرد واحد شوية عاد نقدموها سخونة تقدر تشتتلينا اما الى خليناها احتج مع راسها يعني نغطيوها بالورق ونخليوها احتج مع راسها حاد نهزوها بالورق ديالها وكنحطوها فوق الطبق فوق الطبق وكنزولو الورق غيب شوية صافي وكنحطوها بطريقة سهلة صافي وبالنسبة الحشوة اللي شاطت ليه خليه تحت طبق السمكة وذك المالي كتلق السمكة كنزيدو لديك الحشوة وكندخلها كنتيها تشحر يعني في المقلة وكنفرشو تحت من السمكة بالنسبة البطيبتات كين فيهم اللي قطعتهم هكدا وفي تقديم جد جد بسيط يعني ماشي في شي حاجة اه صعيبة وبالنسبة للسلسة اللي داروري احنا خصنا السلسة مع اه السمك وكنظن ان كل شي داروري خصوه السلسة السلسة غنخلي لكم شارة اه رابط ديالها اسفل هاد الفيديو اتمنى ان شاء الله يكون اه التقديم ديال هاد اه طبق هادا ان الاعجاب ديالكم وبالنسبة الخبيزة اللي بالقرعة كيجي المنظر ديالهم هكدا يعني من اللي كيطيبو كيتفتح هديك الفتيحة وكيتبالينا ديك الخضورية ديال اه القرعة كيجي المنظر ديال حزوين وبالنسبة اللي بيارة يعني طيبتها بطريقة عادية جدا حتى اللي بيخصنا ضروري نرقدوها يعني كين اللي كييقول لكم لا بدوني ترقيد ولكن لارة مضرة جدا للصحي لا اه مرقدوهاش ضروري 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 كينين شحويش كانو كيديرونا اجداد كانو كيديروهم الاجداد ديالنا بدكاء ما شاء الله كانو شحويش كيديروهم بالفطرة سبحان الله خصنا نحافظو عليهم ضروري ما نرقدوها على الاقل 24 ساعة وكن نغسلوها ونعودو نغسلوها ونغسلوها ونعودو نغسلوها باش ما كدرناش بها الطريقة هدي ما كدرناش وبالنسبة الايلان والكينوه اه يعني لا يعني مني كان كتروليهم التوابل كيجيولدادين بزاف شوفوها دورا مني كانت قلصة في الطبلة اخديديك بيزا وقطعتها يعني ممكن نقدموها بها الطريقة هدي مهم انا هادش قدرت نديرو لان ما كانش عدنا يعني شي حد غريب اما عادة انا ما كان قدرش نصور بزاف يعني لكانو عندي الضياف غالبا ما كانصورش ما كيكفانيش الوقت سمنا ان شاء الله يكون الفيديو دي اليوم من الاعجاب ديالكم وإلى فيديو جاء ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله استودعكم الله لدي لا تضيع ودائعو اشتركوا في القناة